هنتابع بقى لعبتنا مع المنتخبات المختلفة هنتكلم على منتخب كرة طائرة الحقيقة توقعنا وتوقعنا كان صح فريق كرة طائرة رجال بالعبطات أفريقيا الموجودة أو التي تقام حاليا في القاهرة على صالة رقم 2 في استاد القاهرة منتخبنا استطاع التأهل المباراة قبل النهائية بعد فوزه على المغرب بنتيجة 3-0 في مباراة الحقيقة قوية قدها منتخب مصر طبعا نجمنا نجم مصر وأسطورة النادي الأهلي وأسطورة كرة طائرة كابتن أحمد صلاح ده يوسف حسام يوسف صنع الألعاب الأهلاوي الخماسي طبعا في النادي الأهلي قاد الفريق للتأهل إلى المباراة قبل النهائية عشان نقابل مين بقى نقابل الكاميرون فريق يعني قوي جدا طب ليه بتقول كده أنا عايز أقول لكم الكاميرون خرج تونس من دور التمانية بنتيجة 3-1 في مفاجأة من العيار الثقيل تونس هي حامل لقب بطولة تحسام يوسف طبعا حامل لقب البطولة دي 3 نسخ آخر 3 نسخ تونس حامل اللقب منهم بطولة كدت على ما لعبنا في مصر وكسبونا في الفاينال فالكاميرون النهاردة بيخرج نونس ساتة واحد وعايز أقول لكم أنه في تطور رهيب في الكرة الطائرة الكاميرونية سواء رجال أو سيدات منتخبنا طبعا يستطاع أنه يقصي منتخب الكاميرون سيدات في بطولة أفريقيا اللي فاتت من قبل النهائي في كاميرون وسط جمهوره وما لعبه النهاردة الكاميرون رجال بيلعبونا سيدات كان في الكاميرون فوسنا عليهم رجال النهاردة هنلعبهم في مباراة قبل النهائية ده طبعا سعودي نجمنا سنتر بلوك سنتر بلوك رقم 15 في النادي الألي ومنتخب مصر ودي طبعا لقطة من الروح العالية اللي لعب بيها المنتخب في المغرب وخلينا أقول لكم سر لا يخفى على أحد المنتخب ده خسر من الجزائر في المجموع بالنتيجة غير متوقعة 3-0 والكل بس أقف لي الصورة دي شوية معلش الكل رجع ده لنعدام الروح آه زي ما أقول لكم كده كل الخبراء وكل ضيوف اللي بيجوا انتوا عارفين حضراتكم ان احنا هنا بنتعامل مع الكل وبنتعامل مع الكل باحترام طبعا فالنهاردة كل الخبراء حتى كابت الحمد الصافي لما كان معايا الحلقة اللي فاتت قال ان الروح كانت غيبة ودي كانت واضحة البنش كان يعني نايم شوية الملعب ما بينفعلش مع الكرات شايفين النهاردة سعودي دي بلوك خده سعودي شايفين الروح شايفين حسام يوسف بيقابله ازاي او لا ده أنا آسف الليبرو الفريق أنا آسف محمد رضا أنا آسف لعب نادي زمالي محمد سعيد جاء يعني شايفين الروح شايفين الروح حاملة ازاي فهنا انت قدرت تكسب المغرب احد افضل الفرق وكانت مرشحها انها توصل قبل النهائي قدرت تكسبها 3-0 بالروح طيب مطالب ايه الفتر احنا قلنا مطش الجزائر هيبقى سلحة حدين يكون سبب في خروجك ان انت تخش في حالة عدم ثقة وشكرا مع السلامة يأما يكون دافع وتصحيح وضع واعادة الروح مرة تانية واضح ان المنتخب خد الطريق اللي كلنا توقعناه انه يعدل من موقفه طيب ده كان دور مين خليني بقى اتقال معاكو شوية كده خليوا الصورة دي معايا عشان نشوف الروح اللي وديتنا فيه الروح دي دور مين دور اللعيبة الكبار ايوه دور اللعيبة الكبار النهاردة احمد صلاح لازم نرجع له الفضل ده او الدور ده انه راجل استطاع كراجل كبير وككابتن فريق انه يدب بالروح مرة اخرى في هذا الفريق انه ياخد الطريق الاصعب صدقوني مش شغل الجهاز النهاردة جهاز فني ايطالي فلافي ومدير الفني الايطالي الجديد للمنتخب الناس دي اجانب محترفين بيشتغل وبس يعني موضوع الروح ده مش هتلاقيه اوه بيهتموا بيه لان ده حاجة مفروغ منها وانه مفروض اللعيب ينزل لعب بروح فالنهاردة الترانسفير اللي حصل في روح المنتخب هو ده اللي عمل الفريق الكاميرون لازم نلعب بالروح اللي انتوا شايفينها في الصورة دي لو ملعب ناس بالروح دي ودي رسالة للعيبة منتخب مصر في كرة الطائرة اللي انا عارف ان خماسي النادي الاهلي عارفينه لان ده السيستم بتاعهم في النادي الاهلي لعب يلبس قميص منتخب مصر والنا الحقيقة اللي هي الشرف البسه وده اكبر شرف الحقيقة اللي هي ولا بطولات ولا قميص منتخب مصر ده اكبر شرف طيب لو ملعبش المنتخب بالروح قدام الكاميرون دي مش هنكسب لان الكاميرون قوة بدنية طاغية ومنتخب تقيل فالنهاردة الكاميرون لو مقدرتش تلعبها من الاول دقيقة بالروح دي عابع عندك مشكلة طيب وفيه كماهير وجالية كبيرة كاميرونية في مصر بيدرسوا هنا وعايشين هنا ومصر بتحتضن كل الاخوة الافارقة فهنلاقي النهاردة جمهورك وكانوا بيأزروهم في مطش تونس فهنروح الصالة هنلاقي جمهور يعني النهاردة جمهور صالة اتنين اللي حضراتكم شايفينها دي هنلعبت عليها كتير الصوت بيرند يعني خمسمائة ستمائة واحد هتحس ان انت بتلعب في استاد فالنهاردة مطالب الحضور الجماهيري ومطالب كمان المنتخب يلعب بالروح دي طب مطش الكاميرون مهم ليه انت مطش واحد تكسبه من المباراة الجاية سواء قبل النهائي او النهائي تضمن ان انت تروح أولمبياد تونس خرجت فانت ترتيبك هيكون احسن منها فانت كده هتقربنا يعني ماشي مش هنتقاهل ولكن هتقربنا بشكل كبير بنسبة 90% و90% دي انا باعتبر ان انت خلاص تقاهلت فانت ما يحتاج تكسب الكاميرون عشان تطلع فينال عشان تبقى قريب جدا من التقاهل للأولمبياد ولكن انا شايف المنتخب بنلعبش على ده المنتخب يتارجت البطولة وانا بقول لكم لو المنتخب كسب الكاميرون باذنك يا رب بنسبة 99% احنا بطل افريقيا لان تونس اللي فهمها لو بتاعف تلعب معنا خرجت فمطش النهائي هو مطش الكاميرون مع احترام لكل الفرق الاخرى على رأسي على رأسي طبعا ومنتخبات قوية ومنتخبات يعني لها كل التقدير ولكن تونس واخد عشر ألقاب أفريقية واحنا واخدين تمانية فيعني الاتنين الكبار هم مصر وتونس التاريخ بيقول كده الكاميرون تقريبا بطلتين على ما تزاكر والجزار اتنين خلي بالكم برضو اعذروني لو رقم راح مني ولا حاجة انا بغطي يمكن فوق التلاتين لعبة ومطالب مني ان انا اكون عارف يعني الرقم كلها مذاكرها فاعذروني لو رقم جلة مني كده يعني جلة ملاياسو ولكن النهاردة احنا بنتكلم على بطولة مهمة جدا انا شايف ان هي هتصحح المصار وخليني من هنا حي برضو اتحاد كرة طائرة انا حاسس الناس دي شغال وحاسس الناس دي عايزة تعمل حاجة طبعا المهندس سياسر امر رئيس الاتحاد وكابتل عمر مخلوف امين الصندوق وكل الموجودين الحقيقة لهم مننا كل الاحترام ولكن انا بتكلم على الاتنين اللي شغالين بشكل كبير في عايزة يعمل حاجة الاتحاد يعني دايما بيبقى الكبار في الاتحاد او اي مجالس هم بيقوده فالنهار دا حاسس انهم عايزين يعملوا حاجة الدولي شكله تغير منتخب جابونهم احسن مدربين فهم عايزين يروحوا لحتة كويسة اتمنى كل التوفيق ان شاء الله ويا رب نفوز باذن الرحمن في مباراة الكاميرون القادمة ويكون كالعادة الخماسي طب من الخماسي اللي بيلعب احمد صلاح حسام يوسف محمد عصران عبد الرحمن سعودي ومحمد رمضان لبرو الفريق دول الخماسي خماسي النادي الاهلي شفنا المطش اللي فات لمحة جيدة جدا وهو حضور عبدالله عبدالسلام نجم النادي الاهلي واسطورة النادي الاهلي ومصر حضر المباراة ازر الفريق شجعه بالرغم ان هو ما شاركش اصابة طبعا منعيته ان يكون مع المنتخب ولكن موجود معهم بروحه ما كانش كده هيعمل كده عبدالله عبدالسلام اللي ازا كان حس ان فيه حاجة كويس ما الاتنين دولة سواء عبدالله او عحمد صلاح بيعدوا فترة على المنتخب لانه حس ان الدنيا مش ماشية كويس انما النهاردة هم يعني بيسندوا وبيأزروا احمد صلاح اوائي كتير جدا ممكن يكون ما بيشاركش ولكن ده دور احمد صلاح مش مهم ملعب ملعبش مهم من اكسب عشان كده بقول لكم الترانسفير في الروح كان دور اللعيبة الكبار حتى عبدالله عبسلام هو برا المنتخب كان ليه دور كبير انا بحاول استطرت شوية في الاخبار عشان حضراتكم تعيشوا مش مجرد خبر بيتقال ولكن تعيشوا معايا الحالة بتاعت الفريق اللي احنا بنعيش يمكن في كورة القدم عشان الاعلام والميديا وده دورنا هنا في برنامج الابطال نعيشكم مع الحالة بتاعت كل فريق